إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوثوث إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفا عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفا عليهما من ورق الجنة صدق الله العظيم